افكار كثيرة تدور في ذهن الشاب سيف عقل عند الحديث معه عن الاسباب التي دفعت بالشباب الفلسطيني للانتفاض في وجه المحتل اسباب يلخصها بجملة واحدة ما يدور في ذهن سيف وغيره من الفلسطينيين دفع بمركز جامعة القدس المفتوحة للدراسات المستقبلية وقياس الرأي لعقد مؤتمر برمالة مؤتمر جاء تحت عنوان الحراق الشعبي الدوافع والتحديات وبالتالي احنا رأينا بان هذا العنوان يجب ان يأخذ اهتمام اعلى ويتم التركيز عليه على صعيد العمل الوطني من قبل الفصائل السياسية ومن قبل القيادة الرسمية ومن قبل القطاع الشباب الذي انخرطه مبكرا في هذا الانتفاض كما سميت في هذا المؤتمر نقاشات ساخنة واسئلة كثيرة طرحها المشاركون في المؤتمر لسيما بعد مرور اكثر من ثلاثة شهور على انطلاق الهبة الشعبية هبة اختلف البعض على تسميتها واتفقوا على ضرورة تبني القيادة لها هذه الانتفاضة علينا ان نتبناها علينا ان نرعاها علينا ان نحميها علينا ان نكون الى جانبها لكي نستطيع توجيهها تقدرشوا ترجحها من فوق هذول الشباب هم اللي عما يقدموا التضحيات هم الفدائيين هم اللي في الشارع هم اللي عمالوا يموتوا هم اللي عمالوا يستهدفوا بالاعدام الميداني هم اللي عمالوا تهتم بيوت اهلهم تيجي انت تقول له انا قررت انه اوجهكم اصوات اخرى رأت ان الحراكة الشبابي اليوم يؤكد فشل القيادات في ايجاد وحدة وطنية على ارض الواقع هناك مشكلة ثالثة وهذا سبب الحراكة الشباب بالاشكال التي نراها ان هناك فشل للقوى السياسية الفلسطينية في التوافق على برنامج استراتيجي بديل لفشل المفاوضات وفشل القوى السياسية في ان تطور اطار جبهوي قيادي او بكلمات اخرى قيادي وطنية مواحدة بين الهبة الشعبية او الانتفاضة الثالثة اختلف الفلسطينيون على التسمية لكنهم في المقابل اتفقوا على ضرورات استمرارها لاسيما في ظل غياب اي حل سياسي واستمرار اسرائيل في مشاريعها الاستطانية وانشغال العالم العربي والدولي بقضاياه المختلفة لتلفزيون وطن فارس المالكي